الأنوروة ذكروا أن المياه وإحنا لسه بنتكلمه تظل هي قضية رئيسية في قطاع غزة في اللحظة دي الأنوروة بتقول يا جماعة المواطنين هناك هيبدأوا في الموت لعدم موجود مياه يعني إسرائيل بتعمل إيه؟ بتقتل وبتعطش وبالتالي تمارس سياسات شديدة المنهجية شديدة الوضوح لأتل أهالينا اللي في غزة عاوزين يموتوا 2 مليون و300 ألف مواطن 2 مليون و300 ألف نفس بشرية الأنوروة وضحوا أن هذه المخاوف متزيدة بسبب الجفاية في الأمراض المنقولة بالمياه إلى آخره ليه؟ لأنه بمنتهى البساطة إسرائيل بتضرب البنية الأساسية في القطاع انهيار خدمات المياه انهيار خدمات الصرف الصح ومن ناحية تانية إغلاق آخر محطة لتحلية مية البحر كانت شغالة في غزة اتقفلت النهار ده وكانت الأنوروة بتقول أنه هناك احتياج لحوالي 600 ألف لتر من الوقود يعني أدي قصة المية طب أنا عايز 600 ألف لتر من الوقود يذهب إلى غزة بشكل يومي عشان أعرف أشغل محطات المية أعرف أشغل محطات التحلية أعرف أشغل محطات الصرف الصحي بس ما فيش الأنوروة ساعدوا في نقل بعض امدادات الوقود اللي موجودة لديهم لكنها كميات محدودة للغاية ودلوقتي خلاص يبقى عمليا مين اللي عاوز يقتل الفلسطينيين عمدا وصراحة والمخيف والمزهل أنه على مرأة ومسمع من المجتمع الإنساني كله ترجمة نانسي قنقر